يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح لي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا إلا كأنت رجائيا فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشاقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته وسار على منواله أما بعد أيها الأحبة في الله فقد تطرقنا في الحلقة السابقة إلى الأدب مع كلام الله عز وجل وقد رأينا الأدب الأول هو إخلاص العمل لله سبحانه أي الإخلاص عند تلاوة القرآن وعند حفظه وآتينا على الأدب الثاني فكان الإكثار من تلاوته وتعاهده ورأينا تفصيل ما يمكن للعبد أن يقرأه في اليوم والليلة بما فيه كفاية إن شاء الله واليوم إن شاء الله نأتي على الأدب الثالث من آداب تلاوة القرآن كل ذلك ابتغاء الأجر الذي تحدثنا عنه في أول حلقة من حلقات الأدب مع كلام الله فدائما يشترط شرطان لقبول العمل وللبركة فيه الشرط الأول هو الإخلاص والشرط الثاني هو متابعته أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الأدب الذي نتناوله اليوم هو الأدب الثالث وهو الطهارة لقراءة كتاب الله فبعد أن يخلص المسلم نفسه ويطهرها من الشرك الخفي فإنه يحسن به أن يطهر ظاهره أيضا فيتطهر من الخبث وهي النجاسة ربما كانت عالقة ببدنه أو ثوبه أو بالمكان الذي يريد أن يذكر الله تعالى فيه قال عز وجل والرجزة فهجر ويتطهر أيضا الطهارة الصغرى إن كان محدثا حدثا أصغر كالوضوء ويتطهر الطهارة الكبرى إن كان محدثا حدثا أكبر فيغتسل غسل الجنابة والطهارة لقراءة القرآن نوعان فاحفظوهما النوع الأول طهارة مستحبة ليست بواجبة هذا النوع الأول متى؟ إذا قرأت القرآن من غير المصحف كأن تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو تقرأ القرآن من كتاب تفسير فإنه يعد كتاب تفسير ولا يسمى مصحفا أو قرأت القرآن من هذه المصاحف الإلكترونية اليوم فهنا يستحب الوضوء إن كنت محدثا حدثا أصغر والغسل إن كنت محدثا حدثا أكبر لقراءة القرآن وإنما قلنا بالاستحباب طبعا نحن لا نشطرط الطهارة من أجل قوله سبحانه وتعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون شاع عندنا ونحن صغار أن هذه الآية هي الدليل على اشتراط الطهارة لقراءة القرآن لا فهذه الآية لا يقصد بها الطهارة المقصودة كالوضوء والغسل ولا يقصد بالكتاب هو القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة وأحسن من يفسر لنا القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الكرام فقد فسر هذه الآية بما ذكرناه أن الكتاب المقصود به هو اللوح المحفوظ وأن المطهرين هم الملائكة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتلميذاه سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وجابر بن زيد وأبو العالية وغيرهم كلهم فسروا هذه الآية بما ذكرته أن المقصود بقوله تعالى إنه لقرآن كريم طبعا هو المصحف في كتاب المكنون اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة نحن لا نستدل على الطهارة لقراءة القرآن بهذه الآية فمعناها في واد وفهمنا وفهمهم لا في واد آخر إنما نستدل على الطهارة للقرآن الكريم قلنا الطهارة الأولى الطهارة المستحبة لماذا نستحبها؟ لما رواه أبو داود وغيره من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة سبب ورود الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في رواية يبول فمر به هذا الصحابي فسلم عليه فلم يرد عليه فلما انقضى من حاجتي أتى وقال قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ولا شك أن القرآن هو أعظم الذكر على الإطلاق فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام لهو اسم الأسماء الله الحسنى من أجل أنه لم يكن طاهرا فمن باب أولى قراءة القرآن الكريم نعم لم نقل بالوجوب إذا كنت تقرأ عن ظهر قلب إذا كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو من كتاب تفسير أو من أي كتاب آخر خال المصحف هنا تستحب لماذا لم نقل بالوجوب لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كان يذكر الله على كل أحيانه بمعنى أنه لا يشترط أن ترد السلام أن تتوضى يعني الآن إنسان يمر عليك يقولك السلام عليكم ترد عليه السلام وإن لم تكن متوضئة إذا عاطست قل الحمد لله تحمد الله وتذكر الله ولو لم تكن متوضئة فدل على أن ذكر الله أو الوضوء لذكر الله مطلقة مستحب وهذا الذي يذكر الله على كل أحيانه هو أحد التفسيرين لقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كانه قال لك يذكرون الله على كل أحيانهم لماذا؟ لأن الإنسان لا يخلو من هذه الحالات الثلاث إما أن يكون قائما أو قاعدا أو على جنب لا يخلو من هذه الحالات فكانه قال الذين يذكرون الله على كل أحيانهم هذا قلت أحد التفسيرين للآية وإلا فإن ثمة من فسرها تفسيرا آخر وكلاهما صحيح أن المقصود بالذين يذكرون الله أن يصلون قياما وهو الأصل وقعودا إذا كانوا مرضى وإن لم يستطعوا أو على جنب فيشبه حديث عمران بن حسين في الصحيحين صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب من اليوم تفسر هذه الآية بهذين المعنيين تقول إما أن يقصد بها صلاة المريض أو يقصد بذكر الله في جميع الحالات هذا النوع الأول إذا كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب من اللسان دون أن تمثل مصحف أو تقرأ من كتاب تفسير أو تقرأ من مصحف إلكتروني المنتشر اليوم أو من ورقة آيات مكتوبة أو صورة مكتوبة في ورقة فقرأها ولا يشترط الوضوء وإنما يستحم لكن هناك النوع الثاني من أنواع الطهارة وهي الطهارة الواجبة لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من المصحف حتى يتوضأ وهذا للحديث الذي رواه الإمام مالك رحمة الله عليه عن عمر بن حزم كتاب معروف تلقته الأمة بالقبول قال الإمام أحمد لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتبه له طبعا أمر بكتابته له كتاب عمر بن حزم حتى بن حزم رحمه الله تعالى يصححه اشتهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى عمر بن حزم وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر وفي رواه لا يمس المصحف إلا طاهر وتحمل الطهارة هنا على الطهارة الشرعية اللي هي الوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر ولا يمكن تفسيرها تفسيرا آخر وخير من يفسر لنا هذا الحديث هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمذهب الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى ذكر هذا في مجموع كما في مجموع الفتاوى في الجزء العشرين والجزء الواحد الحادي والعشرين قال وخص القرآن يعني من خصائص القرآن ألا يمسه إلا طاهر قال وهو مذهب سعد نبي وقاص وسلمان الفارس وابن عمر وغيرهم وسمى عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال وَلَا يُعْلَمُوا لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةٌ لا نعلم أحدا من الصحابة خالف هؤلاء فالذلك يكون شبه إجماع منهم على اشتراط الطهارة لمس المصحف لمس المصحف أقول حتى إن ثمة أثرا يصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل رواه البي هاقي وغيره أن عامر بن سعد من ابن وقاص كان يقرأ من المصحف فمس ذكره فقال له سعد نبي وقاص أمسست ذكرك قال نعم قال قم فتوضأ فنستنبط منه هذا أن مس الذكر ينقض الوضوء وأنه يشتارط الطهارة لمس المصحف هذا أدب رفيع ينبغي الحرص عليه عند قراءة القرآن الكريم إذن فأعود فأقول مرخص ما ذكرته أن المسلم يطهر نفسه من الرياء بعد أن يطهر نفسه من الرياء يطهر ظاهرة من الخبائث من النجاسات ويتوضأ الوضوء الأصغر إن كان محدثا حدثا أصغر ويطهر نفسه الوضوء الأكبر إن كان محدثا حدثا أكبر تستحب الطهارة عند قراءة القرآن إذا قرأه عن ظهر قلب وتجيب إذا مس المصحف حتى إن ابن تيمي رحمه الله سئل عدة مرات فقال الرجل يقرأ القرآن ثم ينتقض وضوءه قال يضعه أو يحمله بكميه حتى إن المطابع كانت تطبع القرآن بالجلد كان يطبعون المصحف مجلدا بجلد حتى إذا انتقض الإنسان لا بوضوء يحمله من الجلد ويضعه ويجدد وضوءه هذا ما أمكننا ذكره في بيان هذا الأدب الثالث فاصل قصير إن شاء الله تعالى ونعود إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مجددا مشاهدي الأعزاء إلى غاية الآن رأينا من الآداب مع كلام الله عز وجل الإخلاص ثم رأينا الإكثار من تلاوته وتعاهده ثم رأينا الأدب الثالث وهو الطهارة أما الأدب الرابع فهو التحلي بالوقار وأن يستقبل القارئ القبلة يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في التبيان في آداب حملة القرآن قال ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله المناجات هي الكلام الخفي مع الله سبحانه وتعالى وأن يجلس خاضعا مستكينا خاشعا كما يجلس بين يدي المعلم هذا الأمر الأول وهو الوقار أن يجلس الجلسة تليق بكلام الله عز وجل لا يجلس جلسة من يشبه أنه يتحدث إلى صاحبه إنه يحدث الله فيجلس جلسة الوقور ويستقبل القبلة قال ويستحب له أن يستقبل القبلة أما الدليل على أنه من المستحب أن يستقبل المسلم القبلة فلما رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة من الجزء السادس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سيدا وسيد المجالس قبالة القبلة أي سيد المجالس ما كان تجاه القبلة الإنسان إذا كان في عبادة فإن بغي له أن يستقبل القبلة ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه في البخاري ومسلم أبي موسى وغيره أنه لما إذا كان أراد أن يدعو الله سبحانه رفع يديه واتجه نحو القبلة دلنا هذا على أن المسلم إذا خاطب الله عز وجل إما بدعاء أو بالقرآن القرآن هو خطاب الله عز وجل فمن قرأ القرآن فليستقبل القبلة فإن ذلك أعظم للأجر ومن الآداب التي ينبغي أن يتحل بها أيضا قارئ القرآن مع كلام الله هو الأدب الخامس وهو الاستياك والاستياك هو فعل السواك أن يستعمل المسلم السواك ويسمى أيضا الاستينان والاستياك مستحب في كل وقت مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى فهذا النص يفيدنا أنه يستحب في كل وقت لكن يتأكد السواك حال الصلاة حال الوضوء حال قراءة القرآن إذا تغير الفم إذا دخل الرجل بيته يستاك لأن أول شيء سيقبل أهله وغير ذلك فيستحب أن يكون فمه نقيا من الرائحة الكريهة ونحو ذلك وطريقة السواك طبعا هو ليس مجالنا مجال بين السواك لكن للفائدة حتى نطرد شيئا من الملل وحتى نقتبس بعض الفوائد طريقة السواك أن يستاك المسلم من اليمين إلى الشمال من اليمين إلى الشمال عرضا بالعرض موهك بالعرض ويستاك أسنانه وثم يستاك لسانه اللسان أيضا يمر السواك على لسانه بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن أبي موسى بالغ قال لك رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك أسنانه ولسانه حتى سمعت أعقع طبعا أنت ما تروحش تديري الأعقع يظن بلتقول الناس بلتسنة الأعقع مشكلة تجب أن تكون مصطلحة جديدة في الفقه لا إنما هو يقول لك باللي بالغ في إيصال العود إلى أقصى اللسان إلى أقصى الحلق أو إلى أول الحلق حتى سمعت هذا الصوت أنت الآن عليك أن تستاك لسانك وأسنانك عرضا وعنما لا يعني أنه لا يجوزهاك لكن الأفضل عرضا تستاك اللسان وتستاك باليد اليمنى على الصحيح لأنه من العمل الصالح هو ليس من باب إزالة النجاسات كما يظنه بعضهم وليس من باب إزالة النجاسات ما قال أحد إنك تزيل النجاسة مطهرة للفم كقوله تعالى إن كنتم جنوبا فالطهاروا هذا يعني أنك كنت نجسا ولو كان من باب إزالة القاذورات كما قال الحافظ محاجر لو كان من باب إزالة القاذورات قال ما كان يفعله أمام الناس لأنه إزالة القاذورات ينبغي أن لا تفعلها أمام الناس تخاير إنسان ينزع أظفاره يقلم أظفاره أو ينزع المخاط من أنفه أمام الناس هذا عيب لماذا؟ إزالة القاذورات مستحسنا أن يفعله أمام الناس لذلك بواب الإمام البخاري في صحيحه باب استياك الإمام أمام الناس مما يشير إلى أنه ليس من باب إزالة القدورات ولكنها من الطهارة التي هي بمعنى التي يحبها الله كالوضوء طهارة لا يعني أنك تزيل النجاسة السواك مستحب في كل حين ويتأكد قلنا عند قراءة القرآن ويستحب كما قال النووي أن يكون بعود الأراك لأنه أنفع وإن لم يجد عود الأراك فليستك بأي عود مما يدل على استحباب السواك عند قراءة القرآن مرواه البيهقي رحمه الله تعالى عن علي بنبي طالب وصححه الشيخ الألواني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة من الجزء الثالث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل يقرأ القرآن ويصلي إذا قام الرجل يصلي يقرأ القرآن قام الملك من خلفه يستمع إليه فلا يزال يقرأ والملك يدنو منه حتى يضع فاه على فيه شوف الملك الذي لا نشعر به حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا دخلت في جوف الملك فهذا مما يحثن على أن يستاك لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم فيكون فمنا طيبا لأن الملك سيدني فمه من فمنا وأما الأدب السادس من آداب قراءة القرآن فهو أدب عظيم ألا وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من باب التخلية لأنك أنت الآن القرآن زينة القلوب وحلية الصدور ولكن المنطق يقتضي أنه قبل أن تزين غرفتك باللوحات وأن تعلق فيها أدوات الزينة ينبغي أن تنظفها إذن لذلك قال العلماء التحلية قبل التخلية لذلك ترون من السبيل الذي يدعو إليه أهل السنة التصفية ثم التربية التحلية أو التخلية نخلي الشيء من الشوائب من القاذورات ثم نحليه من غير المعقول قلت يحل الإنسان شيء زينه قبل أن ينقيه فتأتي الاستعاذة قبل قراءة القرآن من باب التخلية لأنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طردت الوساوس ونزعت ما في القلب من وساوس الشيطان ونزغاته بعد ذلك بعد التخلية تأتي التحلية يأتي القرآن الكريم فلا يجد ما يمنعه من الوصول إلى القلب والصحيح أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن واجبة لقول الله تعالى وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أمر والأمر يقتضي الوجوب وإذا قرأت لا يعني أنك تقولها بعد أن تقرأ وهناك من قال بهذا قالوا لأن يدفع الكبر عن نفسه بعد أن يقرأ يدفع الكبر بالاستعاذة لا أكثر العلماء بل جمهور العلماء قالوا إن الاستعاذة تسبق قراءة القرآن لماذا قال إذا قرأت إذا قرأت إذى أردت أن تقرأ والعرب تعبر عن الإرادة بالفعل كقوله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَادِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ الْآيَةِ إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذن قاعدة العرب تعبر عن الإرادة بالفعل فهنا أيضا إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن والقرآن طارد للشيطان الرجيم لا شيء يطرد الشيطان مثل القرآن الكريم لذلك في شهر القرآن في شهر رمضان تصفد الشياطين إعلانا بأن هذا القرآن خير هذا الشهر الذي أنزل في القرآن الكريم هو خير ما يطرد الشيطان الرجيم وخير صيغ الاستعاذة عند القراءة لك ثلاث صيغ إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يعرفه كل الناس للآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ونكسغة أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لماذا لأن الله قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وذكر هاتين الصفتين هنا موافق للمقام لأن وسوسة الشيطان نحن لا نسمعها ولا نعلمها لكن الله يسمعها ويعلمها فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هناك صيغة ثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفخه والهمز هو الطعن فالشيطان يطعن كالصرع والمس ونحو ذلك منذ ودد ابن آدم والشيطان حاول أو طعنه كما في الحديث البخاري أنه ما من مولود إلا وينزغ الشيطان يطعنه الشيطان بأصبائه فيبكي لذلك يستهل الصبي صارخا إلا عيسى بن مريم وأمه لقولها لدعائها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الصبي يبكي لسببين سبب شرعي خفي لا نعلمه لو لا الوحي ما قلنا به وهو أن الشيطان يطعن فيه وهناك سبب ماد معروف وهو انتقال الجنين من الحرارة في بطن أمه إلى البرودة خارجه فيبكي من أجل ذلك من الهمز إذن هو الضرب والطعن والمس الذي يعرف به الشيطان لذلك سئل الكسائي أتهمز الذيب بمعنى أتجعل الهمز على الذيب فتقول الذئب أتهمز الذيب فقال لو همزته لعضني أي لو ضربته لعضني هذا الهمز ونفثه والنفث هو الشعر والغناء ونحو ذلك الكلام الذي يأخذ بالألباب أنت تكون تسير ما شاء الله تسمع أغنية تغير لك يومك تذكرك بالدنيا يوحي إليك بما عليه أهل الفجور من عشق ونحو ذلك من حب الدنيا وغير ذلك هذا الشعر أنت تستعيد بالله من الشعر المذموم فإنه له سحر إن من البيان لسحر ونفخه هو الكبر الذي يلقيه الشيطان في النفس لأن من صفات الشيطان أنه متكبر قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين النار أفضل عنده من الطين وهو مخطئ فأنت تستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه اللي هو الكبر حتى لا تتكبر بالعبادة وشر أنواع الكبر تكبر العباد تكبر الزهاد الذين يظنون أنفسهم أنهم أفضل من غيرهم لا إن وفقك الله إلى طاعة فأحمده وسل العافية وسل الثباتة حتى الممات هذا ما أمكننا ذكره في هذا الأدب الثالث قلنا هو الطهارة والرابع هو الاستياك والخامس هو استقبال القبلة والوقار والسادس هو الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم نأتي على بقيتها إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قابلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله بل سواك لا تلمهارك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح لي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا